اليوم نحن حقيقة سنعرض لكم معلومات خاصة وحصرية تحصنا عليها متعلقة بتفاصيل مهمة لم تعرض في الإعلام أبداً متعلقة بالضربات اللي صارت البارحة في مطار أربيل تحديداً إذن كذا دخلنا في هذه التفاصيل وردنا نعرف هذه التفاصيل اللي راح نعرضها لكم الآن بشكل مفصل الآن المناطق المرشحة فعلياً اللي صارت من عدها تسريب الصواريخ ودخول هذه الصواريخ اللي سوت الهجمة البارحة هناك منطقة الدبس اللي هي موجودة فيه كاركوك هذه طبعاً هي كاركوك هنا الدبس وكذلك سارقران وكذلك ناحية القوير وهذه طبعاً كلها عبارة عن مناطق واضحة أنها تبعد تقريباً عن أربيل أكثر من 50 كيلو متر وناحية القوير تبعد تقريباً عن مطار أربيل 20 كيلو متر وهذه طبعاً هناك طريقة واسلوب معين استخدم في عملية التسريب من هذه المناطق المرشحة اللي صار من الممكن والتحليلات كنا تؤكد أنه صار التسريب من هذه المناطق الآن الصواريخ التي استخدمت يوم أمس في مطار أربيل تثير الكثير من العلامات هذه هي الصواريخ التي استخدمت يوم أمس وهذه الصواريخ من صنع إيراني بامتياز وهذه الصواريخ عادةً تستخدمها الميليشيات الموالية لإيران في عدد من العمليات في الداخل العراقي المثير في هذا الموضوع وفي هذه الصواريخ اللي هي فجر 1-107 هذه الصواريخ حقيقةً إذا رجعنا إلى الخلف سنلاحظ أن دونالد ترامب عندما كان رئيساً لولايات المتحدة الأمريكية وقبل يوم الذكرى لمقتل قاسم سليماني نشر هذه الصورة لهذه الصواريخ وقال بأن هذه الصواريخ هي من صناعة إيرانية وهي التي استخدمت ضد السفارة الأمريكية في بغداد وعلى هذا الأساس إذا سويتوا أي هجمة أو أي انتقام أو قتلتوا أي أمريكي رح أحملكم المسؤولية كاملة معناتها ضربة استراتيجية ضد إيران في حينها وإذا لاحظنا هذه الصواريخ هي نفس هذا الصاروخ تماماً نفس النوعية كل شيء حتى وزنة 18 كيلو جرام نفس الصاروخ تماماً إذا ما دققنا في التفاصيل لكن الأمر المختلف الوحيد أن الصورة لهذه الصواريخ اللي نشرها دونالد ترامب أن هذه صنعت بال2016 والصواريخ اللي استخدمت البارحة أغلبها صنعت في عام 2015 وهنا نتوضح أنه الطرف اللي يستهدف المنطقة الخضراء ويستهدف السفارة الأمريكية هو نفس الطرف اللي يستهدف مطار أربيل يوم أمس وهنا تأتي النقطة المهمة والمعلومة الحصرية التي تحصلنا عليها واللي كشف عنها مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية وهي تعرض الآن لأول مرة على الإعلام هي النقاط التي استخدمت يوم أمس في ضرب واستهداف مطار أربيل وهذه النقطة طبعاً هي نقطة مهمة صارت في ناحية اسمها ناحية خبات هذه داخل أربيل هذه النقطة قريبة جداً من المطار أول منطقة طبعاً اللي صارت منها الضربة هي منطقة رشكين اللي هي طبعاً مثل ما قلنا ناحية خبات ناحية خبات هذه كلها ناحية خبات صارت من منطقة رشكين الضربة وهذه المنطقة طبعا تبعد 5.5 كيلو متر عن مطار أربيل بالإضافة إلى ذلك إلى منطقة قريتاغ هرقي أيضا مثل ما قلنا في ناحية خباتية تبعد 8.1 كيلو متر وطبعا مدى الصواريخ اللي عرضتها لكم الآن هذه الصواريخ تحديدا هي مدها يصل إلى 8.5 كيلو متر تقريبا ممكن أن تضرب في هذا المجال طبعا وهذا طبعا يوضح تماما وتوضح هذه التسريبات أن هذه الأمور كلها صحيحة ودقيقة لأنه حقيقة إذا ألقينا نظرة مقربة أكثر لهذه الضربات هذه رشكين اللي وضحناها لكم وهنا أيضا قريتاغ هذه واضح جدا هذه هي كل الضربات النقاط الحمراء اللي دتشوفوها الآن اللي هي قريبة من مطار أربيل كذلك هذه الضربات اللي صارت في الداخل توضح أن هذه المنطقة فعليا هي اللي صارت من عدها الضربات إذا ما نظرنا إلى مواصفات هذا الصاروخ وإلى النقاط التي أشار إليها مركز الروابط بشكل طبعا حصري فهذه كلها طبعا الضربات اللي صارت هي جاءت من هذه النقطة تحديدا وليست من نقطة أخرى النقطة الأهم هنا أن هذا الاختراق الخطير اللي صاير في أربيل يعني يبدو أن هناك تواطئ يبدو أن هناك اختراق خطير يبدو أننا أمام عملية كبيرة جدا ممكن أن تعني الكثير في المستقبل ممكن أن يوصلون إلى مناطق أخرى إلى أي منطقة موجودة حتى إذا كانت في أربيل ليس فقط في المحافظات العراقية إذا كانت على مستوى الجنوب أو الغربية أو غيرها وهذا طبعا خلى ردة فعل كبيرة اليوم من الغرب تجاه ما حدث يوم أمس شكرا